ما هي الاصول الافتراضية وما هي العملات المشفرة وما هو البيتكوين تابعوا هذه الحلقة لمعرفة الاجابة القانونية الدقيقة بناء على المعايير الدولية حياكم الله في قناتنا وفي أول حلقة على هذه القناة وإياكم المحامي الدكتور محمد الموصلي صراحة كنت ناوي أبدأ بمواضيع أخرى لكن بناء على رغبتكم من خلال التعليقات وللحاجة الملحة لتناول موضوع العملات المشفرة قررت أن أشرح التنظيم القانون الدولي لتلك العملات هذا الفيديو هو مقدمة لسلسلة فيديوهات سأقوم بإعدادها تتناول أصول الافتراضية من ناحية القانونية والتقنية والاقتصادية أصول افتراضية؟ أصول افتراضية يعني شنو؟ وستدة تقول عملات مشفرة؟ أيه العملات المشفرة هي نوع من أنواع الأصول الافتراضية لا تدخون به هسا بعدين اوضح الفرق هذا الفيديو رح نشرح به عن التوصيات الدولية الخاصة بالاصول الافتراضية ومن ضمنها العملات المشافرة المهم قبل ان نبدأ اود ان اوضح لك ايها المشاهد الكريم بان هذا الفيديو اولا لا يخوض في شرعية استخدام الاصول الافتراضية من ناحية الدينية ثانيا الفيديو لا يشجع على استخدام تلك الاصول وانما يوفر تحليلا للتوصيات الدولية والقانون العراقية بهذا الصدد ثالثا شاهد كل الفيديو قبل ان تبدي رأيا حول محتوى رابعا المتحدث لديه ثلاثة شهادات دولية كمحقق في العملات المشفرة وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة قند في بلجيكا ولا يتحدث من فراغ خامسا الموضوع نوعا ما جديد على الساحة العراقية والخوض به محفوف بالمخاطر والله يستر قبل ان نبدأ بالخوض بخصوص التنظيم القانون الاصول الافتراضية من قبل العراق في الفيديوهات القادمة لازم نوضح كيف يتعامل العالم مع تلك الاصول في هذا الصدد مجموعة العمل المالي المعروفة بمختصر فاتف اصدرت 40 توصية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكل الدول ملزمة بهذه التوصيات اللي لازم نعرفه انه لا فاتف ولا توصياتها تشجع على او تمنع من امتلاك او التداول بالاصول المشفرة التوصي رقم 15 بهذا الصدد نصت على انه على الدول ادارة وتخفيف مخاطر الاصول الافتراضية وتنظيم مزودين خدمات الاصول الافتراضية مثل منصات التداول وضمان ترخيص هؤلاء المزودين وخضوحهم للرقابة بالمناسبة هذا الكلام اللي على الشاشة موجود بالنسخة الانجليزية للتوصيات التي تحدث باستمرار اما النسخة العربية الموجودة على موقع المينة فاتف فلم اجد انها تتضمن التحديثات التي طرأت على بعض التوصيات من نجي على التعاريث المعتمدة من قبل فاتف نشوف انه مصطلح الاصل الافتراضي معرف بانه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميا او تحويلها ويمكن استخدامها لاغراض الدفع او الاستثمار يعني يمكن استخدامها بنفس استخدامات المال هذه الاصول الافتراضية يتم تأسيسها مستخدمين لخوارزميات معينة عن طريق الكمبيوترات كما سنوضح بفيديوهات لاحق معلومة مهمة كذلك توضح توصيات فاتف بانه مصطلح الاصول الافتراضية لا يشمل العملات الرقمية للبنوق المركزية مثل مشروع دينار العراقي الرقمي اللي نسمع عنه وبالتالي العملات الرقمية للبنوق المركزية هي ليست من تلك الاصول لانها تمثل عملة رسمية بناء على ذلك يجب ان نفرق بين الاصول الافتراضية والعملات الرقمية للبنوق المركزية زين هسا عرفنا شنو تعريف الاصول الافتراضية من ناحية الدولية ما التسمية التي تطلقها فاتف على اولئك الذين يقومون بنشاط تجاري متعلق بالاصول الافتراضية فاتف تسميهم مزودي خدمات الاصول الافتراضية وتعرفهم كما يلي اي شخص طبيعي او اعتباري اي معنوي الذي لم يتم التطرق اليه بجزء اخر ضمن توصيات فاتف ويقوم بنشاط تجاري واحد او عدة انشطة لصالح او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري هذه العمليات اللي يقومون بها مزودي خدمات الافتراضية تشمل تبادل بين الاصول الافتراضية والعملات الورقية اولا ثانيا تبادل بين نوع واحد او عدة انواع من الاصول الافتراضية ثالثا تحويل الاصول الافتراضية رابعا حفظ او ادارة الاصول الافتراضية او الادوات التي تتيح التحكم بالاصول الافتراضية خامسا المشاركة في الخدمات المالية او بيع الاصول الافتراضية او تقديمها كذلك قامت فاتف بنشر دليل للنهج القائم على المخاطر خاص بالاصول الافتراضية ومزودي خدمات الاصول الافتراضية تركت لكم الرابط للنسخة الإنجليزية والعربية بوصف الفيديو بالأسفل يجب التنويه هنا أنه في بعض الدول التي تنظم العملات المشفرة أو بمعنى أعام الأصول الافتراضية تعتبر تلك الدول مزودي خدمات الأصول الافتراضية كمؤسسات مالية غير مصرفية تلتزم بإجراءات عناية الواجبة ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهام زين دكتور شن الفرق مرة أخرى بين الأصول الافتراضية والعملات المشفرة أنا أجاوبك العملات المشفرة هي نوع من أنواع الأصول الافتراضية يعني كل العملات المشفرة هي أصول الافتراضية ولكن ليس كل الأصول الافتراضية هي عملات مشفرة يرجع السائل ويقول دكتور والله دخلت هسه شن الفرق اقول لك الفرق هسه ما رح اقدر اوضح الكياه بصورة كاملة لانه الموضوع معقد ولازم ادخل بالتفاصيل التقنية والفرق بين الاصول الافتراضية بس اريدك تخلي في بالك انه العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين هي نوع من انواع الاصول الافتراضية وتعرف كما يلي هي تمثيل رقمي لقيمة تستخدم كوسيلة للتبادل ووحدة للحساب ووسيلة لتخزين القيمة وتسمى بالمشفرة لاعتمادها على تقنية التشفير الكريبتوغرفي واعتمادها ايضا على البلوكشين الذي يحمي المعاملات المالية ولديه مهام اخرى اذن العملات المشفرة لها نفس وظائف المال تستخدم كوسيلة للتبادل ووحدة للحساب ووسيلة للتخزين وبالتالي فان العملات المشفرة بضمنها البيتكوين تعتبر من الناحية الفنية مال خلونا نسوي مقاربة بسيطة بلغتنا العشائرية جميلة حتى نوضح الفرق بين الاصول الافتراضية والعملات المشفرة لان الصراحة تعبت من شرح الفني والتقني مثل ما تعرفون القبيلة هي اكبر من العشيرة والعشيرة اكبر من الفخذ الاصول الافتراضية اللي هي اسمها بالانجليزي virtual asset هي مثل قبيلة تضم تحتها عشائر كثيرة من ضمن هذه العشائر عشيرة العملات المشفرة الكريبتو كرانسي وعشيرة العملات المستقرة stable coins وعشيرة الرموز غير قابلة لاستبدال non-fungible tokens وعشائر اخرى في داخل عشيرة العملات المشفرة لدينا كثير من الافخاذ فخذ البيتكوين وهو اكبر فخذ في عشيرة العملات المشفرة وعدد افراده يفوق نصف العشيرة في سنة 2025 بعده يجي فخذ الاثيريوم وعدد افراده يشكل تقريبا 10% وراهم الاف الافخاذ والعوائل وكل واحد الى مكانته اما شيخ عشيرة العملات المشفرة فهو حج بلوكتشين اللي يضبط النظام ويحمي المعاملات المالية ويتابع شؤون العشيرة كلها من دون كلل ولا ملل اتحدى واحد يشرح هذا الموضوع المعقد بهذه الطريقة السلسة اساتذة هذا المثال كان الغرض منه ان نوضح الفكرة المعقدة بطريقة مبسطة لا اكثر سانشر لاحقا فيديوهات اخرى تشرح الجانب التقني للعملات المشفرة والصورة رح تتضح اكثر السؤال المهم الجوهري هنا هو اذا كانت العملات المشفرة تعتبر اصلا من الاصول من قبل المعايير الدولية فما هو التنظيم القانوني للعملات المشفرة في العراق وهل تعتبر تلك العملات مال بموجب القانون العراقي وهل الامتلاك او تعدين او المتاجرة بتلك العملات يعتبر جريمة بموجب القانون العراقي الاجابة على هذه الاسئلة ستكون موضوع حلقتنا القادمة تابعوني لمعرفة التفاصيل وكتبولي رأيكم بهذه الحلقة بالتعليقات الجو وكتبولي هل أستمر بعدات حلقات أخرى تخص الجانب التقنية لعملات المشفرة وكيفية التحقيق وتتبع العملات المشفرة لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ومرة أخرى لا تنسون بأنكم إذا تتبعتم المال ستكتشفون الحقيقة في أمان الله اشتركوا في القناة